موسيقى هنعمل ايه ما هلازم نقومها معه انت كمان انت موجود معنا النهاردة عشان انتبهوا ايها السادة ان فيه جرائم وفيه سرقات يعني فيه حسابات مزيفة المنتشرة الايام دي على الفيسبوك بشكل كبير انا قبل ما ابدأ عايز اقولك ان انا سعيد جدا انا معاكد لك بصراحة لانا بحبك زي بمورك بالظافر حبيب ربنا يا سعيد وعايز اعليك سؤال عشان ابدأ عشان اقول كلمتين ونمشي عندك شك ان فيه حد لو من دول مش معاه موبايل انت عندك شك طبعا لا يبا احنا متفقين نبدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر قالوا من يومين ان احنا 90 مليون نسمة انا بقولك بقى تصريحك خبير بقى في مجال التكنولوجيا ان احنا تخطينا الميت مليون شريحة اكتب في مصر حاجة رهيبة والمساطفة بقى ان 90 مليون نسمة في مصر فيه 90 مليون صفحة مزورة على الفيسبوك بتنتحل شخصيتي وشخصيتك وشخصيات العامة او بيقولوا عليها الفيك اكاونت او الفيك بروفايل اللي هو ممكن يسرق حسابك في الوقت من ايام او بيروج لحاجات مش كويسة انا بعد اذن حضرتك انا ما عنديش اي صفحات ولا على الفيسبوك ولا على تويتر وعنديش اي اكاونت ولا حاجة بس اه بلاقي في صفحات نزلت والناس يعني بيرودوا عليهم فقلت كذا يا جماعة انا ما عنديش اي اكاونت خالص لانه يمكن مثلا مثلا يعني انتبهوا ايها السيدة صفحة البرنامج فيه ناس متخصصين بينزلوا حاجات لو احنا عايزين نقول حاجة صفحة تياترو مصر كل الحاجات دي فأنا مكتفى يبدأ طب انا عايز اوعيدك بقى بقدراتك ومهاراتك بعد من اقولك المتين دول في البيت لما تروحي وتفتح اللابتوب والاكاونت بتاعك الأساسي تواجه كل الصفحات المزورة والمزيفة وانتي لتقولي قدرت الفيسبوك امسحه الاكاونت ده ده انا هالة فاخر الاصلية ايه رأيك بس خلينا اقولك بس علمني بقى ده لا يحصل ده لا يحصل دي بصراحة بح تنسية خلينا اقولك ان فيه ناس بتقول ان فيه كاميرات تجسس في البروفات تحت الملابس ايه وكافيهات اللي جنب المعهد والكليات والكلام ده كله او لما تروحي مصير في شعليه بتأجري يوم او يومين فتلاقي فيه كاميرا تجسس دي خطرة جدا طب نكتشح فاحنا وصلنا ان احنا ننزل برنامج البرنامج ده هنقدر نوصله ننزله تطبيق أبليكيشن عادي ايه على الموبايل ونفتح البرنامج هيفتح لنا الكاميرا فهيعرف فين الكاميرا مزروعة لان احنا خلينا نبسط الكلام انا لو عايز اعمل فحص العينة الدم او عايز شوف حاجات دقيقة جدا العينة المجردة ما تشوفهاش طبعا فلازم اجهزة بزي يقولوا عليه مايكروسكوب بزي فاحنا هنا في التكنولوجي هنفتح موبايل زي ده مثلا كده ونفتح الموبايل ونلاقي برنامج احنا منزلينه وبالتالي نقدر نشوف من خلال نقدر نعمل كده سكان سكان كنا بنصور بطريقة دائرية ونشوف نقطة حمره هي دي الكاميرا المزروعة طبعا سؤال سهل ان احنا ننزل الابليكيشن ده اه مندخل بقى حساب اللي هو مثلا لو انت اندرويد تدخل على الجيميل تعمل حساب على الجيميل فبالتالي بتدخل على السطور المتجر الالكتروني وبالتالي تقدر تنزل برنامج اللي احنا نقول اسماء البرونج احنا النهاردة نقول الاسم والناس تتفاعل معنا تمام جدا تمام في حاجة تانية احنا النهاردة السبت اي الجمعة اللي فاتت كانت الجمعة السوداء في امريكا اي وفي مواقع الشوب عن طريق الانلاين اي فالناس كلها بتتجه الى امريكا في مواقع تشتري يعني اي اي فالواقع اللي حصلت واحد بيقول لي انا اشتريت شوز جزمة على الانترنت وبصراحة باش مانس انا اول مرة اشوف جزمة بالحلوة دي وطوله رباني اعزك اول حاجة طوله اي قال لي ليه تب 179 جنيه مصري بس انا مشوفتش حاجة زي كده فعايز اشتريها قالك لازم بيبقى عندك فيزا وانا معرفش يعني ايه فيزا فسأل فقاله اعمل فيزا انا تفتح حساب ويكون معاك الف مثلا يعني اقل حاجة فراح يشتري اللي مجيش تري الاسبوع الجاي مجيش اي حاجة في الرصيد تخيالي اتسحبت منه الفلوس بتاعته في الرصيد مش عارف يأمن نفسه الهجمات دي مش على مصر بس كل الدول بتهاجم احنا معنا بقى فيديو دلوقتي حصر لحضرتك الهجمات الدولة العالمية وده حصري لايف ليه حتة انه هو يعمل ازاي هاك وسبامر اللي هو يعمل تسلل انت في الاول انت بتحبي نوع معين وماركة معينة برند سينية حاجة كده ماركة فبعرف توجهك واجه بعتلك الاسبوع اللي بعده رسالة اوهمك فيها ان ده الموقع اللي انت اشتريت منه حدسي بياناتي بتاعة الفيزا بقى انا على كده باخد الفيزا بشتري حاجات تانية طب احنا الفيديو موجود معنا الفيديو بقى موجود معنا ونشوفه مع بعض اوكي ماشا اه ده الفيديو بيشرح الهجمات العالمية على مستوى جميع الدول امريكا هناك هناك شافع شمال كل الدول بتتجه انظرها اونلاين يوم الجمعة اسمها الجمعة السوداء ايه بيعملوا سيل وتخفضات على المشتريات اه خمسين في المية ايه طبعا فيروحوا يتجهوا اه دي هي الهجمات فاحنا منفرق هنا ما بين ان فيه شخصية هاكرز اللي هو بيخترق بعنف ايه سوشيال انجينيرنج اللي هندسة الاجتماعية ايه ده مدام هالا لبسة النهاردة حتة جاكت ملاش حال اجه اسأل المقربين جابتها منين ده اشتريتها من اونلاين من اين ستور من كذا خدت كده معلومات ومبعتلك على الميل بتاعك او الفيسبوك بتاعك هو ده هي ده المسيئة ده هو ده الفيديو حاجة خطيرة جدا شوفيه يعني ده اللي احنا فيه طبع زين ممكن نواجه الهاكرز ده اللي بيعمل صادته على حساباتنا في البنوك وبيانات العملاء ومواقع الجهات الحكومية طيب احنا الحاجات دي بتبقى فيه جهات معانية وجهة جهزة هي اللي بتقدر تواجه الموضوع ده طبعا مش احنا يعني اه مش احنا كأفراد طبعا ولكن عامة الشعب وناس البسيطة اللي بتسمع اللقاء حضر دلوقتي بتفدها نية ازاي تأمن ففي بعض الناس بيبقى حط ستيكر كده على الكاميرا الامامية بتاعة اللابتوب تسألي ليه يقولك سمعت بس بس فين ما تعرفيش ان في حد ممكن يشوفني من الكاميرا الامامية او سيفلي بتاعة الموبايل لأ قولي ذا تاني اللابتوب عند بعض الناس حطين كده ستيكر كده او اي لازقة على الكاميرا بتاعة اللابتوب دبا لانه هو سمع فعلا فيهم الايام ان في حد وانت قاعدة شغالة على اللابتوب بيصورك الكلام ده في حاجتين فأي لابتوب وأي موبايل أي موبايل الفيروس اسمه أدلت بلاير ده لنكات ده لنكات ده لنكات ده محتوى بيظهر لنكاته على الفيسبوك مش من لستور فإحنا منحظر الناس هاتوا البرامج من لستور ما تجيبهش من لنكات الفاضحة اللي موجودة أو أنت عندك فضول تشوف فضيحة كذا كذا إلحق شوف كذا كذا إيه الكلام ده ما تشوفش لأنه هو بياخد صلاحية عندك وبنزلك البرنامج ده وبيستهدف بروفيلات وصفحات البنات اتنين لو أنت شأي شوية أو أنت شأية شوية وتدخل على الإنترنت وخلاص أنت وقعت في الفخ فأنت إزاي تعرفي أن الكاميرا الأمامية بتصورك والمايكروفون يقدر يسمعني من غير ما أسجل حط مايك من اللي هو البلتين الداخلي أو واحد يقول لي مادام هالا أستاذ هالا أنا شفتك مبارح بتتصفحي مواقع كذا وكذا اعرف أنه يعرف يصور الديسكتوب السطح المكتب بتاع الكمبيوتر عيوة عيوة كارسة فالبرنامج اسمه سباي دي تيكت سباي دي تيكت ده ينزل على الشاشة دلوقتي ده البرنامج اللي ممكن نثق فيه وننزله على الكمبيوتر بتاعي ويمسح أولا أن يكتشف وبعكد ييمسح لسه بقى نعمل الدفاع آه كلام يعني لأ أستاذتك بتقول كلام خطير وبيحصل طب حياة لا آه طبعا بيحصل طبعا واللي سمع ده احنا عايزين نشوفه دلوقتي أو اسم البرنامج نزل على الشاشة سباي ديكتد صح كده ده تعمام كده طيب الكاميرات اللي هي اللي متعلقة في الحمامات اللي حنا نعمل شوي عشان ستقول البرنامج أي في أي مكان هي كاميرا صغيرة جدا ده دي الأناملي بتاعتنا ده اللي أنام الصغير كده ربع المساحة دي أي مزروعة في مراية عارف الموقف إيه؟ يعني في بعض الكافيات مش أقول أسماءها ما ينفعش جنب معهد بيصطدمي بقى البنات اللي بتغير اللي بساعة وفي الآخر بيعرف معلومات رقم تليفونها ومن خلال رقم تليفونها يعرف الصفحة بتاعتها بتاعت الفيسبوك بعد كيف يبتزها إذا نحنا منحارب ابتزاز الفتيات على الفيسبوك أو السوشال ميديا من أول اتجاه طيب إيه يعني ما أعرف رقم تليفونك أو اسمك أو صورتك الحقيقية أنا عايز أجيب لك الصور في الكواليس في البيت وانت قاعدة في بيتك طب بدون قطع كلم حضرتك أنا بلاقي ناس تكلمني ناس غريبة جدا يعني أنا كانوا فيه ناس بس كل الصفحة بتاعتي صحية للأسف نزلوا تليفوني فتليفوني انتشر بطريقة غير طبيعية بس دلوقتي أنا عفلت الصفحة دي من فترة إلى الآن ناس بتتكلمني فبقى مستغربة جدا هما جابوا تليفوني منين طب هقولك البرنامج وإزاي تعملي بلوك للأرقام دي وتعرفي الناس التانية إن ده حد أو شخص غير مروب فيه فبالاش تتعاملوا معه يعني رقم بتاع المعاكسات تخيالي أنت ممكن تبلغي تجي كتير جدا معاكسات هتستحملي شوية ما تغير الرقم تجيبي برايفت حاجة حلوة كده لا أصلا رقم يعني حاجة حبايا أنا آه تمام عشان قديم برضو ناس عفينه كتير قديم جدا من أول ما اخترعوا الموبايل طيب أنا هوادك إن أنا هلقولك بعد لقاء الحلقة حبا بعد الحلقة عطول طب تمام لأن حلو هيعرف الناس إزاي يعملوا بالمضاد بتاعهم فما ينفعش يتقال كده لازم بالخصوص حاط جي ل آي ان تي جلينت فايندر ده اسمه على الشاشة جلينت فايندر ده البرنامج اللي بيعرف كاميرات التجسس محطوطة فين الصعوبة في اللقاء ده إن أنا بقولك برنامج فسط ملايين من البرامج مجربينها كشفين عليها كويس جدا موثوقة مين الجهة اللي طلعت البرنامج وهكذا ولا نقول كده وخلاص لا ما ينفعش فده البرنامج التاني ده مهم جدا تمام تمام فيه بقى الفيسبوك انت بتصفحها يا عادي انت أو أد بتصرحي لتطبيقات انت برغبتك قلتلها ادخل على خصوصياتي تخيالي ليه الكومنت ولا لا كل حاجة بجد حتى اللايك اللايك الانفورميشن كاملة كل حتى تحرقاتك ليه بقى شوفوا انتبهوا أيها السادة أي لايك بيحدد مكانك فين يعني بيشتريت علينا أنا أقولكم لبياناتي انت حبّة ساوند كلاود اللي هو بتاع المزيكة اللونه أورنج معروف مش محتاج دعاية زي ما بقول قناة الحياة مش محتاج دعاية هلا فاخر خلاص فده انت عندك رغبة انت تسمعي مزيكة تكتبي مثلا اسم أغنية فالساوند كلاود يجيبليك كل حاجة متعلقة باسم المطرب ده أو الأغنية دي بحبك تمام كل حاجة عم بحبك فانت حبيت الابليكيشن فالابليكيشن عشان ينزل عندك تسمحيلي اخد كل بياناتك وديكي كل الأفر اللي عندي او موافقة فده الاختراق المصرح فسي الناس ما بتبقاش عارف ما تعرفش فاحنا فيه موقع عندنا دلوقتي اسمه www.permissions.com اللي هي الأزون والصلاحيات والسماح أدخل من خلال الموقع أقول له خد بقى الأكاونت بتاعي وطلع لي فين التطبيقات اللي بتنتهك خصوصيتي وأنا مش واخدة بالي أنا أسفى أنا أخطأت تخالي طب فبيوضح إيه هي البرامج وأعملها remove كده احنا في أمان يبقى الموقع ده موقع عالمي بيقدم خدمة إنه هو أدخل من خلاله على الأكاونت بتاع الفيسبوك وبيوضح لي فين التطبيقات اللي أنا سمحتي ليها تنتهك خصوصيتي وتعرف كل حاجة عني والكلام ده مش في مصر أو نسل للنسل لا الكلام ده للجهات الخارجية اللي بيتبيع الداتة بتاعتنا عشان كده لما تيجي تفتح الفيسبوك تلاقي ظهر لك شوكولاتة أنت بتحب الشوكولاتة فبيجايب لك شركات بتاعلي عن شوكولاتة عرفت إزاي أنت بتحب الشوكولاتة أنا بحب الموبايل إيه ده جايب لي أحدث ما أصدرته شركة معينة إيه ده إيه الكلام ده هو ده هو ده السر انتبه أيها السادة معلش أنا قلت لي كافي الأول أنا عارف أن المودة هيضغية بس أنا عارف أنت حب الموضوع قوي أنا حب الموضوع جدا تمام وفي نفس الوقت يعني عايزة الناس برضو تبقى عارفة أيها لأنه ده فيه خطورة شديدة يعني فيه ناس بيبعثوا الأكاونتات بتاعت ناس تانية يعني بيشتموهم مصر فيبعثوا لهم كمان للناس تانية بقى كل المعلومات يعني يأخذ الأكاونت يضغط عليه يأخذ اللينك من فوق يفتحه على البراوزر بتاعه ويعمل فلاج أو ريبورد إبلاغ اللي هو أنه فيه حاجة أنا مش عجباني تبليغ للإدارة دعاة الفيس بوك فلاج أو ريبورد ويمشي خطوات ويحط صيغة معينة مقنعة لإدارة الفيس بوك أن الشخص ده بعتلي إساءة بيشهر بي لو فيديو يقول للإدارة اديق الفلانية إلى الثانية الفلانية لازم بالثانية عشان محدش فاضي مين فاضي فلازم من الثانية إلى الثانية بالتالي في 48 ساعة يقدر يشيل الكلام ده أو يتجه إلى الإدارة العامة للتوسيق والمعلومات في الزهارة الداخلية في مصر على رقم 108 بالتالي الجهة المنوطة يقدر تحميك أوعى يعني نقول إيه انتبهوا أيها السادة محدش يلجأ لحد وخلاص وتلسق فيه لأنه ممكن يابتزك بعد كده خد بياناتك طبعا وأوى حتى تلجأ لحد يقول لك هات فلوس عشان أحميك مدام خد فلوس إذن هيتجرب الداتا بتاعتك ويعمل لك صفحة وبقى قابلني هو بس اللي قدر يفك الشفرة دي طيب فيه واحد زكي جدا وفيه انت عارفة شوال صغير المغرر بيهم آه طبعا عندنا شوال حلوة أو في البلد طبعا لما بيعمل سيرش على الانترنت محدش بيهتم بيه إلى الجهات الخارجية يستقطبوهم وإقول له تعالى عند الحساب فيزا لا ما عرفش عنه إزاي وانت بتعمل كده 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 الكلام اللي بيوضح لنا ان انت قسطوبك حلو طب ما تعمل فيزا وابعت لك الاسبوع جاي 100 دولار 100 دولار مش مصدق الاطفال اللي بيعابوا جيمز بيتبعت لهم رسيدة على مبايلاتهم 10 دولار اضرابي في القيمة في المصري بالجنيه بالريال بأي حاجة احنا بتتكلم انترناشنال ايه فاحنا الكلام ده نخلي بنا إزاي انت اللي شايف نفسك زكي الكمبيوتر بتاعك مخترق بحاجتين باتش صغير 2 كيلو أو حجم صحة صغيرة جدا أي حاجة بتكتبها بتتبعت لهم وفيه واحد متخصص وشديد الزكاء بيقرأ جريدة كاملة يطلع منها كلمة واحدة بس الباسورد جريدة كاملة تخلي جريدة او مجلة يطلع كلمة واحدة بس ده اسمه كي لوجر فانا جايب لهم المضاد دلوقتي انتي كي لوجر ويعمل اسكان لو انت او انتبه اياها السادة لو الجهاز بتاعكم الكمبيوتر او اي نظام تشغيل اكتشف فيروسات بالبرنامج لانا اقوله على الشاشة انتي كي لوجر مستهدف مش واحد عادي ده انت شخصية يا اما زاكي جدا ففيه جهات برا ويترقبك هو ده ماكمل الخطورة عشان ما انكترش هو كلمة ابرك ما اي حاجة تاني فده مهم او انا مش بصدق اي عن اذا صحيح انا بتفرج على فيلم ما هو احنا داخلين 2016 او انا عايز اقولك ان 2015 نهايتها الربع الثالث كلها فيروسات الفدية ان انا لو مسكت الموبايل كده بص بقى الابحاث بقى مسك الموبايل كده وانتي قاعدة بقى في البيت بقى كده وعادة كده وقاعدة زاوية كده بيصورك الموبايل بيصورك بزاوية 28 الى 32 درجة مش 45 ولا 90 ولا 180 ليه لما يصورك الصورة دي شركات البورنو الابحية بياخدوا الصور دي وبيقنعوا الشباب او اللي بدخلوا على البورنو الابحية ان بص دي صورة كذا مستحيل يقول كلمة عفوا مش عايزة اضرب اي اسم معربي ويجيب لك صورة احدى اجنبية روسية امريكية مش مقتنعين فبيبيعوا السور دي بتاعت البنات المغرر بيهم من الفيروس اللي هو ادلت بلايار انه بياخد صورة للبنت وهي نايمة طب يعرف ازاي الانت الفيروس ده ان انت في البيت هنقف انا وانت دلوقت ثانيتين او في هدوء لو موبايلك في الشارع في ضوضاء بيفهم ان انت في الشارع ما يشتغلش الا ما تبقى عادة في البيت في سكون وقاعدة عملة تعمل الشاتينج والصور عملة التاخد ده حقيقة يعني اعذريني هو لا لا بالعكس يعني انتبهوا ايها السادة احنا النهاردة بقول كلام خطير جدا امن المعلومات هقول حاكتين الدولة امن المعلومات تساوي امن القومي ايها السادة امن المعلومات تساوي ايه امن القومي وده حقيقة طبعا انت عارفة بيقولك الجنيه غلا بالكارنيه والكارنيه والكده لأ انت عندك حط بقى راس مسلس المعلومة لو عرفت المعلومة اكبر من اي حاجة تاني مسكوا واحد في امريكا بيسرق بنك انت سرقت البنك ليه عشان فيه فلوس برده نفس القصة انا سرقتك ليه دخلت عندك عشان عايزة عرف معلومة مش عايزة عرف انت بتشتغلي بايه ففي الشاتينج بقى والسوشال ميدا اي واحد يقولك انت بقى اي واحد سادة نوع الانتفيروس اللي عندك ايه لو قلت ان الانتفيروس انا كمخترق مش مخترق ايضا وشاطر هعرف ان انت الصغرة فين ليه صغرات واقع تقولي لحد وتشياري ان انت بتستخدمي براوزر او المتصفح مش عايزة اقول اعلانات ولا مساملات هي الناس هتفهم يا اما اللي فاهم يوضح للي جنبه يا اما تاخده يعني يصوروا الشاشة عشان يشايروا اللي احنا منقوله اللي كان صور برامج طيب و لما بيتبعتلي انه التاب بتاعي محتاج تنظيف وبتاعه الحاجات انت قلت سؤال خطير جدا مصر كلها والعالم كله منزل حاجة اسمها اقولها سي كلينر او كلين ماستر اي او 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 كل البرامج اللي بتمسح الزاكرة وهمية ايها السادة انتبهوا او انتبهوا ايها السادة احنا مخدوعين في برامج التنظيف ومخدوعين في البرامج اللي بتحافظ على البطارية ده بالعكس البطارية بتعمل تحميل زائد على البروسيسور اللي هو المعالج العقل وكل ما يزيد سرعة البروسيسور يبقى البطارية الجهاز بيسخن وجهاز لما بيسخن البطارية تضعف واللي بيمسح ده ده هو بيمسح وبيكتشف فيروسات وهمية بيعمل upload يعني رفع للداتا هو خلاص بعد patch وكون المعلومات على جنب انت يرفعها هو مش غبي ان انت تحس بالتقل يستنى ما تشغلي البرنامج فانت قاعدة فرحانة بقى حاجات عملت ليه في العداد ايه مقفل العداد زي ما بقوله كده في العربية واعمال يبعد فاحنا جابت لسؤالك احنا مخدوعين في البرامج اللي هي المقاشة المكنسة ايه او اي حاجة من الكلام ده رجاء يعني من ما ما نعبرهاش ما نعبرهاش خلينا احنا كده ايه في بقى برامج تانية برو بي ار او ايوة دي بالفلوس اشتري بطريقة امنة واعمل اسكان فانا بصراحة انا زي ما قلت لك في البداية انا سعيد جدا ان انا معاك بس انا قلت اجيب لك هدايا طب بس قبل كده في حاجة معانيش انا اسفة انا ممكن اثق في المهندس وليد ماشا عشان هو صديقي ماشا انه هيعمل لي اي حاجة على موبايلي او على التاب او كده فيه ناس بتلجأ الستورز يروحه الموظف اللي نجبي ارد عليك اه بموتها الامانة امنة لو هنضرب احد المقاربين لك حتى كمان انت طلبت ثلاث اسئلة انا عايزة انت فيروس صح فيدخل على الموقع الابريدنج سيستم ويدخل على المكان الخاص ب يعني مثلا الويندوز اه معروف هدخل على شركة مايكروسوفت مش محاجة دعاية دي اي فبدخل على السكيروتي الامن والامان والحماية وحمل انت فيروس بتاعهم اه مثلا اه فانا لو انت شفتي انا او غيري بيدخل على صفحة تانية وانت مش فهم فيه ايه اه وطول يعرف انه بيعمل حالة تانية ولو حد وصل فلاشة اللي هو فلاشة عادية اه او كارت مومر فأيا يقص بي انا آسف ما تصدقهوش لان اللي بيشتغل صح بيعمل صح اللي هو بسي دي هو ده اللي مقدرش يدخله فيروس اما الفلاشة اكتر طريقة انه حد يخدع حد بيها يا ما يجيبه اونلاين فدي اجابة صريحة ما تزعليش مني انت طلبتي انا عايزة اشوف حاجة ايه البرنامج اللي بيشغل الفيديو مش رح نزلك حالة تانية يا فندم نفذلي اللي انا قلته انا عايزة تلات حاجات ادخلي على الموقع الرسمي بتاع كذا الموقع الرسمي بتاع كذا دوت كوم او دوت نت اي موقع تانية طيب انا 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 عايزة عاد معانك كتير قوي طب هتسلميك الهدية طيب اه طب ماشي انا مريدش اجيب شوكولاتة على فكرة ليه انا بحبها صحيح طبع ولا جيب بوكي ورد ولا كده حبيبي فانا قلت من الكلام في الموضوع ده قلت اجيب لك هدية انت اللي تشوفيها يعني معلش اتفضلي اتفضلي اشوفيها كده عشان ايه لا انا انا اراحي هدية اتعجبك احتمال موبايل طبعا اه اه طبعا مش بنكلم عن موبايلات موبايل بص عليه كده وصا كده انا مقفلك انه ما بقاش دعاية انا ما بقاش باين مركته ايه فانت شوفي كده الابشن حلو قوي صحيح طبعا حلو يفتح كده قايمة كده وبص كده على البرامج كده اعمل ايه اه البرامج شايف انت كده ايه موبايل هو استخدمي عادي شوفي انا معايا موبايل تاني اه انا عايزة فاجئة عايزة فاجئة انت كنت فرحانة دلوقتي من شوية بتقولي انا فرحانة جبتلي هدية اه طيب ما تستعجليش اول حلو اه عامل ايه ومستمتعة اه نعمل كده قايمة مفيش حاجة شغالة لتوجد تطبيقات مش عارفة ايه مظبوط تمام اه لاحظة عايزة وريكي حاجة يعني ممكن انت نبهر بيها او ممكن تقولي لا لا مش مصدقة لا اصلا انت مش ساحر انت مهندس اه يعني طبعا كلامك كله موصوق فيه اكيد يعني اه في حاجة اتعامل انت بتقولي ايه مستمعك بقولك انت مهندس اه ايه اه سامعك سامعني ازاي انا سامعك من غير ما شوفك اصلا ولا انت اصلا اتصل بك يعني انت مهندس اه وكلامك كله اكيد موصوق فيه لا وانا شايفك يعني انت العادي بستخدي كادر معين او كوان معين اه 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 شيل ايدك من عالكاميرا شيل ايدك من عالكاميرا صوري كده اي حاجة هنا انا شايف الكاميرا بتاعتك انا ديتلك موبايل فيه برامج تجسس لا ولا اه انا بحبك بهاديك بموبايل وفي الاخر بسمع صوتك وانت قاعدة في البيت اه ده اقلبي اه هاتي كده الموبايل ده بعد ازني بصوا يا جماعة انت اديتي الموبايل لبنتك في البيت وبتلعب فهي اهو انا شايفك اهو طب هنا يا جماعة اهو اقفل الشاشة صوتك سمعت من غير ما تعمل المكلمة اضغط هنا على القايمة دي والناس عارفة يعني ايه القايمة دي مفيش برامج مفتوحة يعني انا مش داخل على الكاميرا ده انا داخل على الجهاز واقدر اسجل اهو اقدر اسجل اللي كنت قاعدة في البيت من غير ما تكلمي او هما يقدروا بلاش انا هما ازاي بقى نقمن نفسنا وهنقف ثانية واحدة وادخل هنا على البلاي اهو اقدر اسجل اللي كنت قاعدة في البيت من غير ما تكلمي او هما يضاروا يعني انا ممكن اروح اشتري موبايل برافو برافو ده اللي انا عايز اختن باللقاء بتاعي انا ممكن اشتري موبايل من مكان غير موثوق فيه انتبهوا ايها السادة من الموبايل الصيني اللي ماركة مقلدة اللي هي مش مكان معروف او الموقات اللي مستروا من الصين الى جبل عالي الى دخولها الوطن العربي لان التجار ما عنداش زمه عايزين بقى الدولة تركز في الكلام ده موبايلات يعني نقدر نقول باور سيكيروتي اللي هو الامان الضعيف او بيستهدفون الناس من برا ده الرهاب الالكتروني الجريمة الالكترونية لا مهانس وليد نقول بس الكود اللي احنا نخلي الناس تخلي بالها كود بس صغير بصي لو مشكوا الموبايل كده وطلبوا شباك عشرين تلتاشر نجمة وعملوا اتصال هيدخلهم على مزود الخدمة كانوا بتنسل بخدمة العملة يبقى انت كده في امان لو شباك عشرين تلتاشر نجمة ودخل على برنامج يبقى انت موبايلك في تجسس اللي انا قلته النهاردة يبقى حد بيسمع وبيشوف كل حاجة عندك طب انت قبل الفقرة حضرتك قلت دي هاخد معاكي سورة سيلفي علشان والله والله دي حاجة جميلة جدا لأ عشان في ناس اكيد عايزة تسألك طيب بص احنا ناخد سورة سيلفي ونعملها شير عل هاشتاج سيلفي هلافاخر وانا بصراحة اديكيكم بالبنوية انا اديكي مؤهدية حلوة ان انا اجاب على كل جمهورك وقدم كل البرامج دي طب ياريت ياريت تبقى انو قلنا لا لا خليك الكاميرا فين مظبوطة كده طبعا انا سعيد وانا اسعد والله لا لا يعني فاحنا السورة دي هيلاقوها فين بقى كل جمهورك على هاشتاج سيلفي هلافاخر انا بقى كواليد متخصص في المجال هبعت لهم البرامج هنرد على الاسئلة وان شاء الله على خير يعني تقابل ده يعني ده انا مش عارفة اشكرك ازاي ولينا لقاء تاني ان شاء الله تسلمي حوضب لك شوية اسئلة بجد بقى وتقطعيني فيهم بقى وتختارقيني اه اه ونفتعد البقنات بقى لو ما هي دي ما هي دي المشكلة انا مشكر جدا طبعا المهندس وليد عم مقصود جدا واسبكو دلوقتي علشان بقى نروح الفقرة اللي كلنا بنحبها فضلك سhur كلا transistor سعید و من مرة مرات انقلم شكرا